احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين من جاءنا بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والأقوال والأحوال ما ترك من شيء يقربنا إلى ربنا وإلى جنته إلا وقد ذلنا عليه وما ترك من شيء يبعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه فصلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم أما بعد حديثنا اليوم حلقة اليوم عن علامة من علامات الساعة ذلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنها من علامات الساعة وقد تحققت ألا وهي صلة الأرحام فصلة الأرحام ضدها قطيعة الأرحام فإذا ما قطعت الأرحام فهي علامة من علامات الساعة وتحققت اليوم كما دلنا وأخبرنا وأرشدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى الواقع اليوم وإلى المجتمع الذي نحي فيه مع التقنية الحديثة ومع وسائل الاتصالات الحديثة إلا أنه تجد الأرحام مقطعة بين المسلمين إلا من رحم لذلك جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا ويحذرنا ويرشدنا إلى هذا الأمر العظيم وبين لنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن قطيعة الرحم كتتسبب في أمور لا يعلم مدها ومنتهاها إلا الله وأن صلة الأرحام تأتي بالخيرات وبالبركات التي دلنا عليها نبينا سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم فخذ بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق خلقه قبل آدم عليه السلام قامت الرحم تمثلت في صورة حية وتعلقت بعرش الرحمن وقالت لربها يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال لها ربنا بلى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى يا رب رضيت فقال الله فذلك لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم كما قرأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى للرحم لما تعلقت بالعرش أنا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فالذي يصل الرحم يصله الله والذي يقطع الرحم يقطعه الله إذا وصلك الله كنت موصولا بالله فهناك صلة بينك وبين ربك لأنك تصل الرحم إن كنت تصلي فصلاتك مقبولة إن كانت أنت تحيا في الحياة فحياتك كلها موصولة بالله فتجد البركة في حياتك وإن كان المرء مقطوع الصلة بالله بسبب قطعة رحمه فإذا ما صلى لا صلاة إذا ما زكى لا زكى لأنه مقطوع الصلة بالله كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك جعل نبينا صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام تزيد في الرزق وتطيل في العمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره يعني يمد في عمره يطال في عمره فليصل رحمه فمن كان محبا للزيادة في الرزق وزيادتها هنا قد تكون زيادة حسية ملموسة في الأرزاق وقد تكون بركة من عند الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يبارك لك في مالك الله يبارك لك في ولدك الله يبارك لك في علمك الله يبارك لك في صدقتك الله يخلف عليك فالله تبارك وتعالى إن أراد المرء أن يزاد في رزقه فليصل رحمة إن أراد المرء أن يطال في عمره أن يمد في عمره فليصل رحمة إن عائشة رضوان الله عليه أمنا أم المؤمنين لما قتل عثمان بن عفان رضوان الله عليه غدراً وهو صائم قد زاد على الثمانين قد تخطى الثمانين من عمره رضوان الله عليه لما قتل قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها قتلوه قتلهم الله تقول عن سيدنا عثمان قتلوه قتلهم الله وإنه لأوصلهم للرحم وكأن السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول إن عثمان قد مات وعمره صغير مع أنه كان يصل الرحم مع أن عمر عثمان رضوان الله عليه لما قتل قد تخطى الثمانين من عمره ومع ذلك تتعجب أمنا عائشة رضوان الله عليها فتقول قتلوه قتلهم الله وإنه لأوصلهم للرحم فكانت تأمل بسبب صلة رحمه أن يبارك أو أن يزاد في عمره أكثر من ذلك وإن تخطى الثمانين رضوان الله عليهم أجمعين فصلة الأرحام أمر هام دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر إلا كان أولاً ناس التزاماً به وما نهى عن شيء إلا كان أولاً ناس بعداً عنه صلى الله عليه وسلم فلم تجد مثالاً في صلة الرحم أفضل ولا أحف كرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أوصل الخلق برحمه طرّاً بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم نبينا محمد أوصل الخلق لرحمه صلى الله عليه وسلم أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلته إلى رحمه الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت الشيماء والنبي يقسم في الغنائم فاستأذنت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرآها النبي فما كان يعرفها وما كانت تعرف هي رسول الله وما كان يعلم أنها هي أخته صلى الله عليه وسلم فجاءت الشيماء رضوان الله عليها إلى أصحاب النبي أرادت أن تستأذن في الدخول على رسول الله فقالوا من أنت؟ قالت أنا أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخته من؟ قالت أنا الشيماء أخته من الرضاع أرضعتني حليمة السعدية أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الشيماء في بني سع ما أرآها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان رضيعا فما يعرفها بعدما علت سنونها رضوان الله عليها فقاخلوا إلى النبي فلم يظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وتدخل هي عليه بل قام إليها هو صلى الله عليه وسلم يستقبلها ثم أتى بها فأجلسها على وسادته صلى الله عليه وسلم في مكانه ثم قامه صلى الله عليه وسلم يظلها بردائه حتى لا تطولها حرارة الشمس ويقول لها أهلا بأختاه ثم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اختاري إما أن تظل عندي إما أن تظل عندي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم أخته من الرضاع فيصل رحمه إما أن تظل عندي وإن شئتي تعود إلى قومي فقالت يا رسول الله بل أعود إلى قومي فأقرمها النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرادت الرحيل أمر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة من الإبل يعطيها لأخته الشيماء فيكرمها صلى الله عليه وسلم بل أكبر من ذلك لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكت وجاء النبي منتصرا ألم يكن أهل مكة هم من طرضوه ألم يكن أهل مكة هم من أذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوه ودموه صلى الله عليه وسلم وقثروا سنه رباعيته وشقوا جنبه صلى الله عليه وسلم ألم تدخل الخوزة من الحديد في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فما يستطيع أصحاب رسول الله أن يخرجوها إلا بالدم من رسول الله ألم تتساقط أصنان الصحابي وهو يخرج الخوزة من الحديد من وجنة النبي فاقتساقطت أسنانه وما خرجت خوزة الحديد ألم يؤذم نبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ليس أبو سفيان بن حرب المعروف وإنما أبو سفيان ابن الحارس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لما عاد النبي وقالوا له عن أبي سفيان قال أم أبو سفيان فقد هاتك عرضي أبو سفيان بن الحارس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يهتك عرض رسول الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ونال منه النبي ما ناله من الأذى وهو ابن عم صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة منتصرا ماذا صنعا أخذ أبناء وانطلق يريد أن يخرج من مكة فلقيه ابن عمه علي بن أبي طالب رضان الله عليه فقال إلى أين يا أبا سفيان فقال أضرب في الصحراء أنا وأبني حتى نموت فوالله لئن رآني محمدا ليقطعني إربا إربا انظر هو يحكم على نفسه إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إذائه بسبب تطاوله بسبب سبه لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم وكان هو أولى الناس برسول الله فهو ابن عمه كان هو أولى الناس أن تكون اليد الحانية الرفيقة على النبي بل كان هو من أشب الناس إذاء للنبي ما ترك سبيلا يصل به الإذاء إلى رسول الله إلا وقد آذاه به فيريد أن يفر حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي أضرب في الصحراوات حتى أموت أنا وبني فوالله لإن رآني محمدا اليوم ليمزقني إربا إربا بما أزيت فقال له ليس هذا شأن الرسول يا أبا سفيان عد ببنيك واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا فقل له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ما قاله إخوة يوسف ليوسف عليه السلام لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال أتظمه يقبالني قال هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم لا يقطع رحمه صلى الله عليه وسلم فأتي إليه أبو سفيان ويلقي السلام على النبي الهما فلا يلتفت إليه فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فالله وقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فارق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لرحمه لابن عمه الذي آذاه وسبه في عرضه ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول لقرابته جميعا وهو عند الكعبة منحنيا وقد أتى بعشرة آلاف سيف كلهم يرفع سيفا رهن إشارة النبي ومع ذلك يأتي النبي متواضعا حليما فيقف منحنيا عند الكعبة ويقول ما تظنون أمني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال النبي الأمين اذهبوا فأنتم الطلقاء أنتم الطلقاء وقد طردتموني أنتم الطلقاء وقد آفيتموني ولكن هي رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطعها بحال أبدا كيف يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئة ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا ما قطعت أما أن أصلك فتصلني فهذه مماثل هذه مكافأة وصله هذا يصله وهذاك يصله ليس فيها شيء ولكن الواصل الحق الذي يصل رحمه إذا ما قطعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أن تصل رحمك وهم يقاطعونك أن تحنوا عليهم وهم يجهلون عليك أن تعطيهم وهم يحرمونك أن تحسن إليهم وهم يسيئون إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضوان الله عليه نخرج فاصل ونعوذ إليكم مرة ثانية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا إليكم مرة ثانية أبو هريرة رضوان الله عليه يقول أتى رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحن عليهم ويجهلون عليه وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأعطيهم ويحرمونني انظر إلى تلك الوصفة التي وصفها الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابة حتى تعلم كيف لنا أن نصل أرحمنا وصف الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أقاربه أرحمه تعطيهم في المقابل هم يحرمون يحن عليهم وفي المقابل هم يسيئون إليه يحسن إليهم وهم في المقابل يسيئون عليه يحن عليهم وهم في المقابل يجهلون عليه يعني يعاملونه بالسفاهة ربما ثبوه ربما لعنوه ربما قاتلوه ربما ضربوه فهو يحن عليهم وهم يجهلون عليه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى قرابة فيحتط لنفسه في الجواب فيقول صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول يعني إن كنت صادقا في هذا الوصف العظيم الذي وصفت به نفسك إن كنت كما تقول فكأمن ما تسفهم المل والمل هو الطراب المحمي في النار يعني كأنك تعطيهم تطعمهم الرماد الطراب المحمي في النار ولا يزال عليك من الله نصير ظهير وفي رواية نصير أي ملك ينصرك يدافع عنك ولا يذال عليك من الله نصير أي ما دمت على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا ما قطعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلة الرحم أمر عظيم بل لنا عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن رب العزة أنا الرحمن أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها إسما من إسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته فصلوا أرحامكم يصلكم ربكم وإن قطعتم أرحامكم قطعتم الصلة التي بينكم وبين ربكم كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم معنا اتصال هاتفي الأستاذة نور إسكندريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك عام الشيخ الحمد لله خير والله الحمد لله حلقة كثير كثير شائقة أنا موضوع كثير محتاجين في وقاتتي والله ما ربنا يبرك في حضرتك الله يحفظك وبشكرك كثير يعني أنا ما بديش أدخل في الموضوع أكيد أنت بتكفي وموفي بس زي إيه يعني أشكرك عن الموضوع وكثير نستفيد منك والله وأنا بشكرك وأنا بشكرك لتسأل حضرتك زيب فيه سؤال شكرك كثير بس أنا بقول له يعني أنا لو كلمت يعني يعني خلاتي أعمامي يعني كثير بعاد عنها المكان ما تكفي يعني سابة الرحم ولا لازم يعني نروح عليهم وحاجة زي كده يعني زيورة وحاجة زي كده ماشي حاضر أجاوب حضرتك ماشي فضاله سلام علي العصر الحديث الوقت الحاضر اللي إحنا فيه وسائل الاتصال متاحة في كل مكان قد يكون المرء في أخص الشرق والده أقاربه رحمه في أخص الغرب وباتصال هاتفي تصل رحمك بل ربما هناك وسائل من البرامج من تراه وهو يراك على الهواء مباشرة ولكن نحن نقصر ليس شرطاً أن تذهب إليه وإنما ربما بمكالمة لا تكلفك شيء تتصل عليه برسالة تطمئن عليه فليس ربما ظروف المرء لا تتيح ولكن يداوم الاتصال يداوم الاطمئنان حتى تكون هناك ألفة وحتى يكون هناك تواد وهناك تراحم وتعاطف الذي دلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن صلة الأرحام أمرنا بها النبي الهمام صلى الله عليه وسلم يقابلها قطيعة الرحم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي بكر ما من ذنب أجدره أن يعجل الله ليصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره الله له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ما من ذنب أجدره يعني هذه الكبيرة ليقطيعة الرحم علامة من علامات الساعة الصغرى وقد تحققت هذه الكبيرة من كبائر الإثم والذنوب إذا فعلها المرء فليس هناك ذنب أحق أن يعجل الله لصاحبه العقوبة العقوبة في الدنيا يعني فقاطع الرحم معجل له العقوبة في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخر الله تبارك وتعالى له العذاب في الآخرة فله عقوبة عقوبة معجلة في الدنيا وعقوبة في الآخرة كما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم ناخد اتصال لها كيف يلو أستاذ داريهام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك كيفية؟ ازاي كيفية اتبضى لي ممكن نسأل سعالين؟ اتبضى لي اول سعال انا جوزي حسب ما بينه وبينه وبينه بين اهل ومشكلة ومساعة المشكلة قال لي انت طالق ثاني مرة ان هو جوزي بيشرب فبرضو حسب ما بينه وبينه مشكلة كانت ايد الصدارة وقال لي انت طالق ثم هؤلاء السؤالين هؤلاء السؤالين؟ اه يعني هو قلت مرتين انت طالق اه مرة كان في مساعة المشكلة مع اهله ومرة تانية بيني وبينه بس المشكلة ولكن هو كان بيشرب يعني كانت ايد صدارة المنكة اتفضلي اتفضلي انا اجاوب حضرتك طيب بالنسبة للمسألة الطلاق لابد ان يستمع فيها الى الطرفين انا بسمع الاستاذة رهام وبسمعش الطرف التاني وده طلاق يعني عيشة اما ان تكون حلال واما ان تكون حراب فلابد من سماع الطرفين فافضل حل واسلم حل عندنا في بلدنا في الديار المصرية دار الافتاء المصرية الاثنين يطلعوا على دار الافتاء وبيغضوا فتوى مختومة من دار الافتاء وهذا اسلم حل واقصر طريق اما ان حد يقول دايما في الطلاق ما نفتيش من طرف واحد لابد من سماع الطرفين لان ممكن واحد يقول كلمة نقولها لأ انت خلاص كده انت منتش طالق وممكن اقولها انت طالق طب لو ما كانتش طالق يبقى انا احليت حرمت ما احله الله ولو كانت طالق يبقى انا احليت ما احرمها الله فما ينفعش معنا اتصال هاتف اخر ام سامح سلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله وبركاته علي كل سلعة. أمم مسامح من اللقص. اتفضلي مسامح. وطي التلفزيون بعد. الله يبارس لك. كيف أنا كنت أسأل على الحاجة اللي يبارس لك. اتفضلي. بس وطي التلفزيون. يا أم مسامح علشان الصوب يتردد عندي. أنا زوجي متوفي. يعني أرملة معي ستة. تمام. من ضمه مهضة معاق. طبعا أنا خطبة بر أمي. والله يعني اللي عملته معاها. ما فيش بيتة بانتا عملته. مثل أنا مش نزمان على حاجة. لأن يا ربنا يا حين. فطبعا أول حاجة عملتها. يعني إن هي حرمتني من المرأة. والدتك حرمتك من المراسة. من المرأة. يعني هي كتب عريحة بانتا كلهم على إلا أنا. السبب؟ معرفش. معرفش. تعكد كده. فأنا والله العظيم ما عملت معاها أي حاجة تغضب ربنا. تمام. يعني رغم ظروفي ورغم إن أنا جاعدة بالإيجاب. لو هي ثابت كانوا بتصلقوا في غلول الأمر. حسنا. 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 نعم. والتانا بتصلت فلوس وروح أوديها للدكتور وأصلفتها لإلاك. تمام تمام. وهم يكونهم يعني برافة ظروفهم متاحة جدا. حاضر حاضر أجاوب حضرتك. أجاوب حضرتك. بصي حضرتك. إحنا ناخد اتصال أم مكة. وأجاوب حضرتك حاضر. أم مكة. حضرتك. وعليكم السلامة وبركاته. لو سمحت يا سيخ. ولو أنا أدم انتكى الزنب. يعني الزنب كبير. ممكن ربنا يحفر الزنوب جميعا. ولو أنا أدم بتل عن الزنب نهائي. ربنا يخفر له. ولا يتل الزنب معلق معه. بصي. أقول حضرتك على حاجة. ربنا بيقول إيه باه. قل. يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الزنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا. ارجعوا. كل اللي عليك إيه. ترجعي إلى الله تبارك وتعالى. وأيا كان الذنب. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. كبير طاع في السن. قال له يا رسول الله. أرأيت الرجل. لم يدح حاجة ولا داجة. يعني ذنب. اسم. لا كبير ولا الغير. فحشة. كل الذنوب ارتكبها. ثم تاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا توب الله عليه. الرجل فضل يردد للنبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما قال له يا رسول الله. وغضراتي وفجراتي. الفجور اللي أنا عملته كله. فالنبي رضى عليه وقال له. وغضراتك وفجراتك. فقال الرجل. الله أكبر. وما زال يكبر حتى طوارئ. يعني فضل الله أكبر الله أكبر. لحد ما اختفى عن أعين. وعن أنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأيا كان الذنب. الله يغفره ما دام الإنسان تاب. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. مَعَنَا الْأَسْتَازِ يُسْرِي. أي يا خدم. سلام عليكم. وعليكم السلام. آه سلام عليكم. السيدان، حضرتك ليه سؤال في السلة الرحم. أنا ليه أخذ الوقت أكبر من 10 سنين؟ أنا عندي 60 سنة وهو عندي 70. حمين. مخصمني. عمالي يقول له 이ناً في فلقة جبرنا في السنة ورجل في الدنيا ورجل في الأخرى المفروض يعني نبقى كويسين مع بعض وبقيه في سلة الرحمة بيننا، أنت وأخواتك. رافض بقاله عشر سنين كل ما قابله أسلم عليه يرفض سلامي أروح له البيت يقابلني مقابلة وحشة أكلمه في التليفون يتكلمني وحش لكن بيرد عليك اسمعني بيرد عليك بيرد علي لو قلت له السلام عليكم هيقول لكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيرد طب لو رحت البيت بيقفل بف وشك لا مقابلتي وحشة مش مشكلة لسه كنت بقول للحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن القرابة قال له أصلهم يقطعوني يعني هو بيرح له بيته ما يجلوش أحن عليهم يجهلون علي يعني هو يرح له البيت يعمل بأدبه باحترام التاني يتطول عليه بلسانه أعطيهم يحرمونني أحسن إليهم نسيئون إلي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه يظل على ما هو عليه فإنت تظل على ما أنت عليه حتى تكون واصل لرحمه هي دي صلة الرحم لكن لو أنت مع أخوك كويس وأخوك معك كويس إيه الميزة اللي فيك وصلك وصلته هي دي صلة الرحم الحقيقية اللي ربنا تبارك وتعالى أمرنا بيها واللي النبي صلى الله عليه وسلم حسن عليه وبيلنا أن هي دي يعني الحالة بتاعت حضرتك هي دي اللي فيها صلة الرحم فداوم على ما أنت عليه ولا تجعل للشيطان عندك مدخلك نعود للإتصال اللي أنا اتركت بتاع أختنا اللي هي والدتها حرمتها من المراس وكانت هي بارة بأمها ومع ذلك هي حرمتها من المراس أولا نقول للأخت الأول السائلة برك بأمك لا علاقة له بالمراس أنت مطالبة كما كنت الآن أن تكوني بارة بأمك أنت الآن مطالبة أن تعلمي أن الجنة تحت قدم أمك أمك حرمتك من المراس دي شيء تاني أنت أمك عليها شق وأنت عنيك شق الشق المطلوب منك برك بأمك إن أردت أن تزداد في البر فافعل زيدي في البر وأحسني إلى أمك ولا تلتفتي إلى أمر المراس وأما الأم التي حرمت ابنتها من المراس نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ولك وقال لكل أم قال لكل أب اتقوا الله اتقوا الله واعديلوا بين أبنائكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يميز أحد أبنائه عن بقية أخواته فالنبي سأله أنت اجدت للكل زيه قال له لا يا رسول الله قال له فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور لأشهد على زور والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي اتقوا الله واعديلوا بين أبنائكم مسألة المراس ربنا قال فيها بعد ما أسم الأنصبة وقال بداية للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر يميت لحظب الأنساء بعد ما أسم الأنصبة في سورة النساء قال إيه قال تلك حدود الله دي حدود مين حدود ربنا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله إيه لا يحصل هيدخل النار فيا أي وقتها الأم التي حرمت ابنتك توبي إلى الله وردي الأمور إلى نصابها ولا ميراس إلا بعد وفاة المورس يعني الأم ما تورسل أولادها في حال الحياة لأن في حال الحياة دي اسمها هيبة مش ميراس في خطأ ناس كتير بيطقع فيه وننوي إليه الآن شرط الميراس موت المورس يعني أنا لا أرث إلا من يموت من أرث منه لكن هو حي يعطيني دي تبقى هبة ما يبقاش ميراس ما ينفعش أنا أجي أقسم تركتي على أبنائي وأنا حي وقل دي ميراس دي هبة مش ميراس والهبة بيسوى فيها الذكر مثل الأنسة يعني لو وحده عايش وقال أنا هدي ولاد التركة بتاعتي نقول له تعالى هنا دي هبة مش ميراس والهبة تدي الولد زيه زي البنت يعني البنت خد الجنيه الوات خد جنيه البنت بتاخد جنيه ما تقولش الوات ياخد اتنين والبنت تاخد واحد لا دي هبة فالميراس بيكون بعد الوفاء أما قبل الوفاء ده اسمه هبة فالنبي احنا نأمر الأم إن هي تتق الله حتى لا تعرض نفسها إلى النار نسأل الله أن يعفو عن المسلمين أجمعين نعود إلى حديثنا عن صلة الرحم الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الودع ما حجة غيرها صلى الله عليه وسلم ما أنا اتصال من المملكة العربية السعودية نعود لحديث النبي فضلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا سمحت سبيلتك أنا الحمد لله الحمد لله يعني زوجي عنده سيارة حاب أني أطلع عنها ذاتها يعني هل أطلع عنها دايم ولا ممكن مثل الفلوس دي أنا أحطها في جمعية ومثلا تكمل ثلاث تلاف أربع تلاف وبعد كده أطلعها ولا أنا أطلع منها يعني يومي مثلا طيب أوكي السيارة دي يهني هو بيشغلها أجرة تجارة بيشغلها أجرة ولا سيارة خاصة لا هي تجارة هي تجارة أختي نعم أنا مستمع حضرتك عاوز أفهم أنا السيارة أنا عندي سيارة ملاكة معلاش أجرة معلاش زكاة لا أنا مش أقصد الزكاة أنا أقصد يعني أطلع منها مثلا لله هل أنا الأفضل اللي أنا أعاوز أفهمه السيارة ملاكة ولا تعمل بالأجرة لا لا أجرة سيارة أجرة زي التاكسي آه آه أيوة هل أنا أطلع عنه يوميا ولا أنا مثلا ممكن أحوش منه مبلغ وأطلع كل شهر أو أحطها في جمعية مثلا وأطلع بعد سنتين مثلا أقضي جمعية مثلا بعد سنتين وأطلع بعد سنتين هل أفضل أن أنا أطلع منها يعني دائم أو يوميا ولا عادي أن أنا مثلا أطلع بعد سنة أحوش مبلغ وأطلع بعد سنة بعد اثنين كيف بصي أنا أقول لحضرتك على شيء شكرا تفضلي تفضلي السيارة في الحالة دي يعني لها أمور شتى يعني ممكن يكون إنسان عنده تاكسي التاكسي ده بيعود له دخل يومي ربما لا يكفيه هو وأبنائه يعني التاكسي ربما لا يكفيه وممكن تكون السيارة دي فإذاً هو ده عمله دمع له الزكا طيب هو عنده عمل وعنده سيارة والسيارة دي زي ما بيقوله عندنا في مصر تحسين للدخل فالسيارة دي كأنها بتعامل معاملة عروض التجارة بيجمع الربح منها يعني بيصفي كل المصاريف اللي هو صرفها على السيارة وبيجمع صافي الربح منها وبيطلع منه اثنين ونصف في المية في كل عام اللي هي زكاة عروض التجارة ولكن لو كانت السيارة اللي هي بيأكل وبيشرب منها هو وأبنائه ولا بتكفيهم يدوب لا معلهش أي شيء زيه زي السيارة الملكة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما حج غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حجة أول مرة النبي حج صلى الله عليه وسلم إذن الرسول في حجه وفي كل أوقاته عندما يدعو ربه فالله تبارك وتعالى يستجيب له في يوم عرفه الله يستجيب الدعاء والنبي أمرنا وحضنا على الدعاء في يوم عرفه فأراد أن يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فعاوز يدعو فالله تبارك وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمه بأمور من الغيب الله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم يعلمه فالنبي لما أراد أن يدعو أعلمه الله أن بينهم في جلسة لما جلسين فيها في عرفة بينهم قاطع رحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بيننا قاطعا لرحمه فليقموا الآن النبي عوز يرفع إيديه بيرفع إيديه رفع إيديه يدعو الله أخبره في واحد بينكم قاطع للرحم إذن أنا لا أستجيب الله كأن الله يقول للنبي أنا لا أستجيب دعاءكم ما دام بينكم قاطع للرحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بيننا قاطع لرحمه فليقم الآن فقام رجل فقام رجل أنا ممكن نعتذر للاتصالات نأخذ الاتصال الأخير ونعتذر للإخوة المتصلين لأن تقريبا يعني لو فضلنا مع الاتصالات مش هنقول حاجة في الحلقة نأخذ الاتصال الأخير وعليكم السلام عندك شغالة أجرة تمام وعايز معرف هل هي مثلاً عليها بردك في الشهر كيلا مثلاً نضام الفوائد بتاعيزها وعليكم السلام مثلاً ما هي فاندل؟ الزكاة إه لكن العربية دي مش جاب الاسطس ممكن تقول لي الفايدة تصل أنها جاب الاسطس تمام أوه أيوه أيوه كده زي أنت ما قلت كده حضرتك طيب السيارة ديت هي دخلك كامل ولا أنت عندك عمل تاني؟ لا ما تفضل طودي يعني تموضف لموضف عندك أنت شغال سواق عليها؟ اه 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 عندك عمل تاني بتاعت انا انا استيجع لها وبتاعت انا وبتاعتك انت بتكفيك كدخل هي بتكفيك اه الدخل يا دوبك على جد كده بتكفيك اه مكافيني يا دوبك ممشي الدنيا معي برضك مشاكل العربيات يعني والهال بتاحها بجاية ما دلوقت بص يا اخونا اي سيارة اللي هي بتعمل بالأجرة لو كان له عمل غير السيارة لو كان له عمل غير السيارة السيارة في الحالة دي بتعمل معاملة عروض التجارة بيطلع من صافر ربح اثنين ونص في المية طيب لو كانت السيارة هي دي دخله وما لوش غيرها وما عندوش غيرها بتدخله في اليوم مهلياكم ميتين جنيه او مية وخمسين او تلتمية فهم دول عندوا اولاد بيكفوه بالضبط ولا يزيد يعني ما بيقدرش يحوش منها شيء لو ما كانش بيقدر يدخل يعني يحوش منها شيء فمع له الشيء اما لو كان عندو السيارة ومعندوش غيرها ولكن بيقدر يدخل منها شيء ففي الحالة دي عليه زكاة في السيارة من الدخل او من اللي هو ادخله اثنين ونص في المية فالمسألة فيها سعة بالنسبة للسيارات طالما هي شغالة اجرة السيارة شغالة اجرة لو كانتنا بتكفينيش دخل ما عليش لو كانت بتكفيني فقط ما عليش لو كانت بتكفي وبيفيد مني فانا علي فيها من صافي الربح اثنين ونص في المية بالنسبة للسيارة نعود الى حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يدعو ربه وبين ايديهم قاطع لرحمه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان بيننا قاطعا لرحمه فليقم الآن انا مش هندعي لن يستجيب الله لنا اذا لن ارفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم من كان بيننا قاطع لرحمه حتى تتنزل علينا رحمة الله اذا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يحف اعلمه الله ان رحمة الله لن تنزل على رسول الله وان الرحمة لن تنزل على من كانوا معه في عرفة رحمة الله لن تنزل الا اذا قام من بينهم من كان قاطعا لرحمه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان بيننا قاطعا لرحمه فليقم الآن يقوم دلوقتي ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق احد صلى الله عليه وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم دينه دينه الحس ودينه المشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عادة ان يحرق احد ولا ان يظهر احد بموقف لا يحب ولكن الوقت ديق الوقت ديق فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان قاطع لرحمه فليقم الآن فقام رجل من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليه نقول بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى نخرج فاصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفاصل كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفه وأراد أن يدعو ربه تبارك وتعالى فما دع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه حتى من كان فيهم قاطعا لرحم أن يقوم إذن الله تبارك وتعالى لا يستجيب الدعاء لقاطع الرحم بل تعدى الأمر أكبر من ذلك الله تبارك وتعالى لا تنزل رحمته على قوم فيهم قاطع رحم كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقع فقال من كان بيننا قاطعا لرحمه فليقم الآن فقام رجل من بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانطلق وبعد فترة أدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة عاد إلى مكانه مرة ثانية فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم أين ذهب؟ ولم أتيت؟ أنا أقول من كان بيننا قاطعا لرحمه فينا واحد قاطع لرحم يقم الآن حتى ندعو الله فيه يستجيب لنا أنت أمت؟ إذن أنت قاطع لرحم فأين ذهب؟ ولم أعد؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لي خالة هي معنا معهم في الحج ذهبت إليها فقبلت على رأسها واسترجيتها فضل يسترجيها أن تسامحني فسامحتني فعدت إليك يا رسول الله هو عمل إيه؟ رحل خالته في خيمة جنبه رحل خالته قبل على رأسها وعلى يديها وطلب منها السماح أنه لن يعود إلى الخطيعة مرة ثانية فالخالة لأن الخالة والدة سامحته فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الآن يعني الآن تنزل عليك رحمة الله في عرفات تنزل عليك الرحمة ويتقبل الله منك الحج وكأن قاطع الرحم لا تنزل عليه رحمة الله حتى وإن كان في أفضل يوم طلعت عليه الشمس حتى وإن كان في أفضل وقت الله يعتق فيه رقاب الخلائق أجمعين حتى وإن كان واقفا في عرفات كما دلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل يعجل الله له العقوبة العقوبة في الدنيا مع ما يدخيره الله له من العذاب في الآخرة كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن قاطع الرحم هنا داخل في معركة الرابح فيها خسران داخل في معركة الرابح فيها خسران والمنتصر فيها مظلوم لا تقل إني أحسن إليهم وهم لا يحسنون إلي لا تقل أنا أذهب إليهم وهم لا يأتون إليه لا تقل أنا أعاملهم بالإحسان وهم يعاملونني بالإساءة لا تقل هم حرموني من الميراث لا تقل هم أبي فضلني على إخوتي لا تقل فضل إخوتي علي لا تقل أمي فضلت إخوتي علي لا تقل أبي فرق بيننا أو أمي فرقت بيننا كل هذه أسباب واهية ولا تكون سببا في قطيعة الرحم فقطيعة الرحم أمر عظيم دلنا عليه النبي الأمين ونهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ختام اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين وأن يصل الأرحام أن يجعلنا من الواصلين لأرحامنا أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا